بسوت عقير يا سلام ده الواحد نام كتير قوي وشبع من النوم وبعدين بقى انا مش عارف اعمل ايه اليوم شكله النهاردة كده مش حلو انا عايز اعمل حاجة جديدة انا زهقت كل يوم العب مع نفس السحاب وكل يوم اعمل نفس الحاجة هو مافيش ورحال الوحى انه قومة تمشى واشوف لي حاجة جديدة اعملها ايه ده ايه ده ايه ده ايه الى حاجات اللي بتلمع عينك دي انه شايف حاجة شكلها غريبة وبتلمع اما روح اشوف ايديه واو كان المسباح السحري معقول معقول انا لقيت المسباح السحري الله كانت فكرة حلوة قوي انها طلعت ماشا واحلى حاجة بنلقيت المسباح السحري اما ادعاكوا بقى عشان العفريت يطلعلي منه يا ماما ايه الصوت ده انا خايف هو اللي هيطلع منه صوت غريب قوي واو ايه ده انت مين انت شاكلك غريب قوي انت ازاي كلك كده الضخم ده طلعت من المسباح السحري الصغير ده شبك لبيك عبدك وبين ايديك اقمر واطلب اي حاجة هتطلبها هنفزها لك ايه ده بلد اي حاجة اي حاجة طيب انا عايز حاجة حلوة كتير ينفع حاجة حلوة ايه بس يا سيبة بقولك اي حاجة انت محتاجها او عايز تعملها هنفزها لك شوف نفسك تبقى ايه شوف حاوس تجرب ايه وانا هنفزه لك وهساعدك بس بشرط يا سيبة اني ليك تلات محاولات بس يعني تلات طلبات بس تطلبهم مني وبعد كده مالكش عندي حاجة اه فهمتك فهمتك خلاص طيب بص انا نفسي عارف سبيدر مان انا عايزة بقى زيه شاطر كده وشجاع وبيساعد اي حد محتاج له حولني لسبيدر مان يلا بسرعة بس كده طلباتك اوامر وما تنساش هم تلات طلبات وده اول طلب ليك يا سيمبة اتحول لسبيدر مان يا سلام يا سلام حققت حلمي وبقيت سبيدر مان انا مش مصدق نفسي امم ده محدش هيصدق خالص هنا في الغابة ان انا بقيت سبيدر مان اما اروح بقى ايه اتحك عليهم بيتي بيتحرق الحقوني انكزوني مفيش اي حد يجي ينكز بيتي يا حيوانات انتو فين يا بيتي ضاع هعيش فين اعمل ايه لازم بسرعة اكلم حد من المطافي يجي يلحق البيت الو ايوه المطافي الحقوني بسرعة البيت بتاعي بتحرق حد يجي بسرعة يلحقني الحمد لله النار اتطفت شكرا شكرا يا سيمبا انت المنقذ بتاعنا دايما الحمد لله يا بقر ما تقلقيش انت اوي ما كلمتيني انا جيت على طول ولحقنا البيت اتطميني متشكرة اوي يا سيمبا انت عارف انت البطل بتاعنا من النهاردة انا ساميك البطل سيمبا او المنقذ سيمبا منقذ الحيوانات من كل الاضرار مش اوي كده يا بقر الحمد لله دي شغلتي انت عارفة انا اي حد بيحتاجني في حاجة بيلاقيني يلا روحي بقى اشوفي بيتك وانا روح اشوف شغلي انا جعانة اوي وما فيش اي حاجة تتاكل هنا ولا ايه ايه ده الله ده ايه السمكة الحلوة دي دي شكلها كبير وجميل اوي يوم يومي يومي اماكل بقى نم 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 اللا ده ايه السمكة الحلوة دي دي طعمها حلوة اوي ولا انا اللي جعانة ولا ايه اصلا بصراحة بقى لي كتير اوي ما كلتش بس ياه الحمدلله كلت واشبعت بطني خلاص مش قادرة اه اه يا بطني الحقوني في ايه هو ايه اللي حصل بطني وجعاني قوي اه حد يلحقني فيش اي دكتور هنا يا حيوانات يا بقرة يا حمار اي حد ينقذني بطني وجعاني قوي ما فيش اي حد سمعني اعمل ايه امطلب الاسعاف بسرعة الو ايوة الاسعاف الحقوني بسرعة انا القطة كيتي مش عارف يا بطني وجعاني قوي حد يلحقني ارجوك مالك يا قطة كيتي انا جتلك على طول اول ما طلبتنا طمنيني عليك يا مالك وايه الريحة الوحشة اللي في المكان دي في ريحة وحشة قوي مش عارف الريحة دي ايه يمكن ريحة السمكة اللي انا كلتها السمكة اللي قداما دي انا لسه وكلة منها اصلي كنت جعانة قوي وانا بتمشى كده لقيتها فبصراحة كلتها هو في مشكلة بصنا بطني وجعاني ارجوك ارجوك الحقني بسرعة بطني وجعاني قوي اكيد طبعا يا قطة كيتي تي مش عمى الريحة عاملة ازاي لشكلها بايزة قوي تي ازاي كلتها بالريحة الوحشة دي عالعموم ما تقلقيش انا معايا دوة هيرياحك اول ما تغذين اتفضل يا قطة خد البرشامة دي وهترتاحي على طول واهم حاجة نرمي السمكة الوحشة دي شكرا قوي يا دكتور سيمبا شكرا انا الحمد لله حسة اني بدأت ارتاح وفعلا السمكة كترحتها وحشة بس الجوع بقى كنت جعانة قوي فعشان كده كلتها بس اكيد مش هعمل كده تاني ابدا شكرا يا دكتور سيمبا حصل خير يا قطة ولا يهمك سلامنا بقى ايه ده العشة وقعت يا خبر هنعمل ايه ازاي وقعت بس انا تعيبت فيها قوي طول السنة عمالة جمع في القشة عشان اعمل العشة ونتدفى فيها اعمل ايه بس يا ربي محتاجة حد يساعدني لازم اطلب المساعدة من حد مفيش غرسين بالمونكز هو اكيد اللي هيساعدني اول مطلوبه هلو سيمبا لديناش بيت تاني اننام فيه ممكن تساعدنا وتصلحوا ما تقلقيش ولا تشيليهم في ثواني اصلحوا لك انت ناسيا ده انا النجار سيمبا ايه رأيك كده تمام ايه دي العصافير ولادك هم في العشة كل حاجة مزبوطة يا رب تكوني مبسوطة يا عصفورة دلوقتي مبسوطة اوي اوي يا سيمبا انا بجد مش عارفة من غيرك كنت هحل المشكلة دي السين شكرا يا احلى سيمبا ولا يهمك يا عصفورة المهم اني صلحتلك البيت بتاعك انا همشي بقى لو احتجتيني في اي وقت كلميني على طول يا ماما يا ماما احنا جعانين اوي هي فين الحبوب بتاعتنا احنا مش لقين اي اكل خالص انا اسفة والله يا ولاد معلش الاكل خلص وانا تعبانة اوي ومش عارفة اخرج اجيب اكل النهاردة مش عارفة هعمل ايه هدور دلوقتي على حل واجبلكو اكل سلامتك يا ماما احنا اسفين بس احنا والله جعانين اوي معلش يا ماما حاضر يا حبيبي ما تقلقوش انا هتصرف دلوقتي مفيش حل بقى غير ان نكلم سيمبا هو الشيف سيمبا اللي عينكزني ايوة يا شيف سيمبا معلش كنت محتاجك بس اجيب لي اكل بالمطعم بتاعك الاكل اللي هنا عندي كله خلص وانا تعبانة اوي النهاردة ومش قادر اخرج اجيب لهم اكل وولادي الكاتاكيد جعانين اوي انا جيت انا جيت يا اولاد ومجبتلكو احلى اكل اوعي يا كاتاكيد تجوعه تاني والشيف سيمبا منجود اتفضلوا انا اللي عامل اللي عيش ده بنفسي يلا كله ودستو الله الله تطعبوا حلوة اوي يا عمو سيمبا شكرا 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 اوي يا شيف سيمبا انت فعلا انقصتيني النهاردة انا كنت تعبانة اوي ومش عارفة جبلهم اكل منين متشكرة اوي يا سيمبا الشيف سيمبا موجود دايما اي حاجة تحتاجيها هتلاقيني سلام بقى انت يا فرخة وخلي بالك من نفسك بقولكم ايه بقى احنا عاوزين نحتفل بسيمبا عشان هو بيساعدنا وانا عرفت ان هو ساعدكو كلكو وكلكو كنت عندكو مشاكل وهو حلا ايه رأيكو في الفكرة دي الله دي فكرة حلوة اوي برافو عليكي بجد بجد يا فرخة فكرة هيلة يلا بينا نستعد وننفذها هو اكيد هيفرح جدا الله ايه المفاجئة الحلوة دي دي عشاني انا حلوة اوي انا مبسوط اوي باللي انتو عاملينو ده بس ليه عملتو كده دي اقل حاجة نقدر نساعدك بيها او يعني نفرحك بيها اصل انت بصراحة ساعدتنا كلنا وعلى طول اوي ما بنحتاجة بنلاقيك فتي حاجة بسيطة يعني يا سيمبا حبينا نتفرحك ونقول لك شكرا انا اللي متشكر اوي اوي ليكم بجد فرحتوني يلا بقى نحتفل كلنا سوا وكده يا حلوين تكون خلصت حدوثة النهاردة باي باي انسوش تامي يلايك وشترق